اشتماع صاحب المعالية المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمس مع السيد جيمس ماتس وزير الدفاع الأمريكي بنادي ضباط قوة دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلاهما وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر نعيمي رئيس هيئة الأركان وبهذه المناسبة رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له مشيدا معاليه بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين هذا وقام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مأدبة غداء على شرف السيد ماتس وزير الدفاع الأمريكي بنادي ضباط قوة دفاع البحرين